ما السبب الحقيقي وراء تراجع نتائج المنتخب الإماراتي رغم توفر الدعم وأيضا كل الإمكانيات المطلوبة أستاذ عبدالعزيز والله أول شيء أنا أقول أنه الأول مرة أرى المنتخب الإماراتي يعني حتى صحيح أنه آخر مرة تاهل عام تسعيل لنهايات كاس العالم لكن بصراحة كان يؤدي كان يخسر كان يتعادل التصفيات هذه ما فيه أي أداة ما فيه أي روح استثنينا بعض الاستحوات داخل الملعب أمام جميع المنتخبات ضياء فرص غير طبيعية أنا لم أشاهد المنتخب الإماراتي بهذا السوء أبني هائيا أنا أعتقد أنه الاعتماد على عشان أكون صريح معك على اللاعبين المخضرمين أو اللاعبين المتميزين وعدادهم محدودة وتجنيس بعض اللاعبين في المراكز اللي ما فيه لاعبين محليين وعدم الاعتماد على التأسيس الصحيح للنشأ وجود أكاديميات ومخرجات من هذه الأكاديميات لاعبين ما شاء الله فيه الشعب الأماراتي شعب كبير وشعب عظيم ولديهم شباب يفتخر فيه المفروض فيه أكاديميات من خلالها يتم صقر المواهب الموجودة والاعتماد عليهم أما أنه عملية الاعتماد على لاعبي معينين أو متجنيس هذا أعتقد غير مفيدة طيب شو السبب وراء عدم الاستفادة من المنافسة في الدوري وأيضا الأسماء الأجنبية المستقطبة حتى تنعكس على نتائج الأبيض الإماراتي نعم أنا أعتقد بالنسبة لمنتخب الإمارات وضعيته تختلف عن الدوري هي أبعد من مشكلة الدوري لأن اللاعبين المنتخب هم نجوم في الدوري نجوم من ديتهم الهدافين والكباتن هم أفضل اللاعبين فبالتالي يعني اختيارهم في محلة لكن في رأيي ما المشكلة في بان مارفيك؟ بان مارفيك ومن قبله ومن قبله ومن قبله لم يوفق في رأيه الاتحاد الإماراتي في التعاقد مع مدرب جيد يستفز اللاعبين منذ غياب مهدي علي مهدي علي في فترات الأخيرة نعم سألت النتاج لكن في بداية مهدي علي هذا واحد الشيء الثاني لا توجد منهجية في رأيه الآن لا نشاهد منتخب شباب الإمارات ينافس على البطولات أو المنتخب الأولمبي لأنه شاهده منافس قوي على المثل الأكاديميات أو بناء سواء مهاجمين في المراحل السنية هذا يلعب عامل كبير للذهب بعيدا طبعا أنا متى ما أشوف منتخب 14 سنة 16 سنة 18 سنة سنة أقول المنتخب الأول سيكون بخير منتخب اللي تشكل معه مهدي علي وفاز بكأس شباب آسيا 2008 ولعب كأس العالم شباب 2009 وفاز بكأس الخليج بعدها كان نتيجة مشروع أكاديميات أو لعبين شباب ناشئين تم انتقاهم طيب نحن نواقع الحين أستاذ عبد العزيز شو المطلوب من فامارذيك في القادم والله أنا بغيتي الصحيح أعتقد أنه راحت على الأمارات راحت يعني من الصعب التعويض في الوقت الحاضر ومن الصعب أنه يصل للمرأة التغيير بس عنده في خمس مباريات أستاذ عبد العزيز في الملحق يعني بس في نفس الوقت أنا معك أنا معك لكن خلينا بقولك شيء واحد وقولي أني أنا قراري مستعجلة والمطلوب خمس منتخبات أنا أعتقد أنه إيران وكوريا من المجموعة الثانية المجموعة الأولى ستذهب إلى السعودية والاستراليا واليابان وحسم الأمر أنا أعتقد المنتخب اللبناني هو حصان التصفيات هو الأفضل من بقية المنتخبات العربية إذا استثنين المنتخب السعودي والعماني ومع ذلك لن يدهر فوز واحد للمنتخب الإماراتي ممكن يضعه في المركز الثالث وتتغير الأمور بس هناك من سوف يفوز يعني لو فاز المبارات الثانية باقي أربع مباريات ولكن مع المستوى أنا معك يا للهند حنا العلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى حنا نتكلم على مخرجات الخمس جولات انتهى نص التصفيات خمس جولات ماذا حصل خمسة عشر نقطة لم يجلي المنتخب الأمورات إلا على ثلاث نقاط طيب بس سبق كابتن سامي نفس سيناريو تقريبا مشابه مع المنتخب الإماراتي وكانت البداية متعثرة وبعدها جاءت سنسرة الانتصارات نعم بالتصفيات الأولية كل عناصر حدوث التغيير متوفرة كل اللاعبين نجوم لكن أريد هاللاعبين الهدى عشر لاعب يعني يواجهون المنافس بشراسة غير طبيعية المدرب ينتقي الأفضل ويعدهم بشكل أفضل لكن مع مارفك اللي جالس وهادئ بس الكل يقول حتى مبارح نحكي انه مش وقته انه يقال للحديث بقية رح رح لفاصل بعد الفاصل اشتركوا في القناة